اه طلابي العزاء اه اسعد الله عوقاتكم اه هذه المحاضرة حنتكلم اليوم عن متابعة لموضوع التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي اه بالمناسبة احنا المحاضرات اللي احنا اخذناها اه هي مطلوبة في الامتحان ويريد تتركزولي عليها في هذا الامتحان وعرفين الامتحان يعني حيكون مش صعب وفي نفس الوقت دقيق هذه الموضوعات اللي انا اعطيتكم اياها مهمة وداخلة في الامتحان الان حتى لو تبعتم معي من الكتاب لاحظوا اللي انا بحكيه هو المطلوب في الامتحان بنجي الان الى موضوع التوافق النفسي والاجتماعي من منظور اسلامي يعني احنا بنستعرضه بشكل سريع بنحكي فيه انه القرآن الكريم حض على روح الجماعة بالتوجه الى التعاون او التوجيه الى التعاون والتشاور قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فاللف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا صورة الى عمران يعني الاسلام يؤكد على تربية الروح كونها الاساس والقاعدة التي يستند اليها الكيان كله طبعا الاسلام اهتم بالتربية النفسية الصحيحة من خلاله اهتم بضرورة الترويح عن النفس والترويح عن الترفية خاصة الاطفال اه وفي هذا المجال اه كتب الامام الغزالي رحمة الله عليه عن ضرورة التحوير عن الترويح عن الصبي مؤكدا على دور اللعب وفوائده في التوافق السليم مبينا انه يروض جسمه الصغير يعني الانسان مش لازم دايما يظله جاعد في البيت لازم يروع عن نفسه لازم يغير من حياته لازم يتوافق مع الاخرين لازم يتقبل ذاته لازم يكون طموح ويعني حتى يحقق السعادة والراحة والامان طبعا الان لو سألنا عن المظاهر التي تدل على التوافق السليم يعني ايش هي المظاهر اللي بتأكد على انه هذا الانسان متوافق مع نفسه او او انا متوافق مع نفسي او راضي عنها اول شيء اول شيء الراحة النفسية الراحة النفسية الانسان المتوافق لديه القدرة على الصمود امام المواقف والمشكلات التي من الممكن ان تؤدي الى سوء توافقه وينعكس ذلك في كونه مرتاحا نفسيا لا يعكر صحته قلق او احباط او صراع هذه احدى المظاهر التي تبين مدى تمتع الفرد بالتوافق السليم كفاءة في العمل الان الفرد القادر على العمل والانتاج والانجاز والنجاح دليل على توافقه مع نفسه الان ربة البيت اللي بتعد اداء واجباتها بشكل جيد تشعر بالرضا وتهيئ لها الفرصة لاثمار قدراتها ومما يشعرها بالسعادة حتى العامل اللي بيشتغل في المكتب او العامل اللي بيشتغل في الحقل اي انسان يرتاح نفسيا نجد انه ينتج ويبدع اعراض الجسمية صح الجسمية او الجسدية الجيدة من مظاهر التوافق النفس السليم اذا كان الشخص غير متوافق يبدأ ظهور الاعراض النفسية المختلفة كالصراع والتوتر والقلق فاذا استمرت هذه الاعراض اذا استمرت هذه الاعراض تظهر الاعراض النفس جسدية يعني نفس جسدية مثل ارتفاع الضغط والسكر وبعض امراض اللي هي القلب عفان الله وإياكم منها الحاجة الرابعة مفهوم الذات ان فكرة الفرد عن نفس ذاته هي القاعدة الرئيسية التي تقوم عليها شخصيته الان انسان الذي يعرف ذاته معرفة جيدة وحقيقية وما يمتلكه من رغبات وميول واستعدادات وقدرات وانفعلات ومن ثم يوجهها الوجه الصحيح يتبر مؤثرا قويا في توافقه النفسي يعني الانسان يتميز او تتميز الصور التي يكون الفرد لنفسه لذاته بانها ذات ثلاثة ابعاد رئيسية وهي البعد الاول هي فكرة الفرد عن ذاته وما تحتوي من امكانات وخدرات على التعلم وقدرات الجسدية وانفعلات المستمرة البعد الثاني تعلق بالفكرتي عن نفسه في علاقته مع الاخرين يعني شوفه في الاول مع نفسه والحالة الثانية مع الاخرين اما ان يرى نفسه مقبول لدى الاخرين ومرغوب فيه او مرفوض وغير مرغوب من الاخرين لذلك نقول ان صورة الفرد عن نفسه في علاقته مع الاخرين تتكون لديه من خلال نظرة الاخرين له البعد الثالث ونظرة الفرد لذاته كما يجب ان تكون ويطلق على هذا البعد الذات المثالية وهنا نجد ان كل فرد يجد لنفسه طموحا ايجابيا لا تستطيع قدراته امكاناته الحالية ان تتحقق واذا ما حقق الانسان طموحه اصبح متقبلا لذاته واثقا من نفسه ولهذا يسعى الانسان المتوافق الى تكوين علاقة حيوية مع ذاته من خلال فهمه ومعرفة الجوانب المختلفة يعني زي ما يقولك رحم اللهم رئي عرف قدر نفسه يعني هذا هو التقبل للذات يعني انا بدي حقق طموحي ولكن طموحي بدو كون واقعي وبدو كونش خيالي لكن لا يعني انه انا استسلم للواقع في عنا الحاجة الخامسة من مظاهر تبين مدى تمتع الفرد بالتوافق السليم اللي هو الاهداف الواقعية هذا المظهر يدل على توافق الانسان لاختيار الاهداف ومستوى طموح واقع يتناسب مع قدرته وامكانياته واستعداداته التي تؤهل الوصول الاهداف وتعقيقاته يعني مثلا كثير من العائلات تقحم اولادها انهم يتخصصوا علمي وامكانياتهم وقدراتهم لا تسمح لهم بان يكونوا علمي يعني ممكن يكون ادبي او اقل من ادبي كمان لكن بقحموهم على اساس انه يتباه ويفتخره الحاجة وهذا خطأ الحاجة السادسة لضبط الذات الشخص المتوافق يستطيع ضبط ذاته والتحكم في انفعلاته تجاه المواقف المختلفة كما يستطيع التحكم في حاجاته ورغباته في اقتار من هذه الحاجات تلك التي يستطيع شباعها ويؤجل او يلغي او يغير تلك الحاجات التي يرى انه من الصعب تحقيق يعني الاولويات ما هي الاولويات كيف نتحكم في الانفعالات الحاجة السابعة العلاقة الاجتماعية المؤشرات التي تبدل على تكيف الانسان علاقاته الاجتماعية مع الاخرين وساعه في مساعدة الاخرين لتحقيق حاجات الناس يعني الانسان الاجتماعي اللي بتعامل مع الناس وبتعاون معهم من اجل المصلح العامة بيقول عنه اجتماع هذا بدل على ايه بدل على مظهر التوافق النفسي هذا العلاقة بينه وبين الاخرين وثيقة الصلاة يتفاعل معهم يتحمل المسؤولية الاجتماعية فيحقق التعاون البناء كما انه يحظى بحب الاخرين له وحبه لهم فالانعزال والبعد عن الناس دلالة واضحة على سوء التوافق الاجتماعي ان اي واحد بتلاقوه مكتئب منعزل منطوي هذا لا لا يمكن ان يكون متوافق مع نفسه لذلك يحتاج الى الاج نفسي في حاجة احدى بنسميه في علم النفس الحيل الدفاعية التوافق من خلال الحيل الدفاعية مدرسة التحليل النفسي اعتبرت ان حل الصراع قد يتم بطريقة ايجابية واقعية واعية للوصول للراحة والتوافق النفسي ولكن اذا تعذر هذا لكون المشكلة تفوق قدرة الفرد على حال الله والكلام اللي بنحكي مهم والتحمل او كانت المشكلة لا شعورية خافية الجنب يعني لا شعورية مش ظاهرة او انه لم يتعلم في الماضي حل المشكلات بالطرق السليمة الناجحة فهذا يؤدي للإحباط والصراع المتواصل فيلجع الفرد الحيل الدفاعية التي تدافع عن الانا وتحاول تخفيف القلق يعني الحيل الدفاعية يعني يحتال الإنسان على نفس ريح حق ليخفف القلق والتوتر عنها وهذه الحيل تعمل بصورة آلية لا شعورية غير مقصودة كما لا تستهدف حل الأزمة فدوما ترمي إلى الخلاص من التوتر والقلق فسبحان الله ربنا أعطانا حيل الدفاعية حتى نتخلص نتحرق من الأزمات ونصل إلى الراحة النفسية المؤقتة البعض صنف هذه الحيل إلى حيل هجومية وأخرى هروبية أو دفاعية وأخرى خداعية وكلها تهدف إلى تخفيف الكبت والصراع بين الدوافع والظروف بين الهو والأنا الأعلى حتى يرتاح الأنا وفيما يلي آليات الدفاع النفسية آليات الدفاع النفسية أولا الكبت الكبت هو إحدى حيل الهروب التي يلجأ إليها الأنا لطرد الدوافع والذكريات وأفكار والخبرات الشعورية المؤلمة أو المحزنة وإكراهها على التراجع أو اللاشعور يعني واحد مش حاب حاجة تطلع فبطردها إلى العقل الباطن الأنا الأعلى أو الأنا اللاشعوري يقوم بعملية الكبت كحيلة نفسية لا شعورية يدافع فيها الفرد عن نفسه وعن كل ما يزعجه أو يؤلمه أو يجرح كبرياية أو يمسه تقبل المجتمع له لكن الرغبات والنزوات التي يتم كبحها تصبح فيها اللاشعور وتظل متحركة فيه تعمل في الخفاء وتلح جاهدة في الظهور يعني دائما المكبوط يحاول يظهر أو يخرج كبعض زلات اللسان أو فلتات اللسان أو زلات القلم أو شكل الأحلام أو الاضطرابات والحرفات النفسية الآن إذا استخدم الإنسان الكبت بصورة محدودة فهو بلا شك يساعده على التوازن النفسي انتظاراً لانتهاء الصراع الحقيقي ولكن إذا أفرط الإنسان في عملية الكبت له آثار ضارة متعددة فالدافع المكبوط لا يبقى حق خاملاً بل يعمل باستمرار على دخول مجال اللي هو الشعور هنا بيأتي الصح والغلط في الامتحال فتظل المعركة مستمرة بين الدافع المكبوط والقوى المسببة للكبت وفي ذلك استنزاف للطاقة النفسية ترتب عليه تعب جسدي مستديم ليس له أي سبب فيسيولوجي ظاهر يعني دائماً الانسان بيلاقي أنه يعاني من تعب 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 وهو في نفس الوقت مش مرض عضوي لا قد يكون نفسي مثلاً على سبيل المثال لو كان هناك شقيقة للفتاة وقريبة من عمرها ولكنها أجمل منها بشكل ملحوظ يلفط نظر الناس فإن الفتاة قد تعاني الغيرة من شقيقتها وتكبت هذه الغيرة مما يترتب عليه أحد أمرين إما أن تطور الفتاة سلوكاً ودياً تجاه شقيقتها ودودة تجاه شقيقتها أو تلحق الأذى والضرر بها بحيث تعتقد مخلصة بأن هذا الضرر لم يكن مقصوداً بالرغم من أن مصدره الغيرة المكبوطة واللاشعوري والغيرة أو العداء المكبوط الذي يظهر بصورة مودة وحب مبالغ فيه هو نتيجة من نتائج الكبت وتعرف بالتحويل العكسي هذه العبارة مهمة تحويل العكسي الحيلة الدفاعية الثانية التبرير يعني في كثير ناس يحاول يبرر الأغلاط والأخطاء وإخفاء النزاعات الخبيثة في الإفصاع عنها وهذا يعبار عن حيلة دفاعية تقل إنسان من الاعتراب بالأسباب الحقيقية غير المقبول للسلوك أو الحماية نفسه من الاعتراب بالفشل أو الخطأ يعني كثير في ناس مثلاً بقولك أنا والله رصابة من امتحان لا لأنه أنا مش عارف مين وشافني مين وكذا بقولش أنا يعني ما درستش أنا تراخيت أنا أنا فبيلجأ إلى التبرير وهذا هو نوع من الحيل الدفاعية التبرير عدة صور منها اعتذار الفرد عن فشل في الحصول على شيء بأنه لا يميل إلى هذا الشيء أو يكرهه مثل التلميذ الذي يكره المدرسة أو الجامع عداف على شعور غير مقبول اجتماعياً ويتأخر على مدرسة كثيراً مبرر تأخيره بمرض والدته أو عدم نهوضه بالوقت المحدد أو الأب الذي يبرر عقابه الشديد لأطفاله بأن ذلك لصالحهم في حين أن هذا العقاب تصريف لغضبه والطالب الذي يرسب ويقنع نفسه بأنه بهذه الطريقة سوف يستفيد يعني أو الطالب الذي فشل فيه دخول كلية الطب والقول بأنه تأخذ سنوات طويلة وسوف تأخذ نصف عمر بالدراسة وهكذا فإن عملية التبرير هذه مهمة للناس حتى تبدو على أنها غير معقولة الإسقاط الإسقاط في هذه حيلة نفسية لا شعورية ينسب الشخص عيوبه ورغباته المستكتر ومخاوف المكبوطة التي لا يعترف بها ويعزوها للآخرين يعني واحد يكون فاشل يقول عن الناس أنتم الفاشلين يسقط ما لديه على الآخرين فالمشاعر العدوانية أو البخل أو الصفات الجسدية الغير مرغوب بها يتم مناسبها إلى الآخرين والاستغراق في الإسقاط يكون واضحا في بعض الشخصيات كالشخصيات بنسميها الزورية أو في بعض الاضطرابات النفسية فقد تتهم المريض رجل بأنه يحبه ويغازلها ويرسلها في حين أنها هي التي تحب وتود أن تغازله وأن ترسله ونرى أن الإسقاط يؤدي غرضا مزدوجا ففيهم من مشاعرنا ودوافعنا المزعجة وتغاضا عن رؤية أنفسنا كما هي عليه في الواقع كذلك الإسقاط يجعلنا في حل من نقد الناس واتهامهم والمبادرة إلى لومهم قبل أن يلومون في عنا حاجة يسمونها التقمص والتقمص هو التمثيل اللاشعوري للأشخاص من الحية الدفاعية أيضا أو لدوافعهم في الذات بحيث تصبح أهدافهم ودوافعهم وطموحاتهم هي أهداف الشخص المتقمص وطموحاته يعني شخص بتقمص شخصية الآخرين التقمص هي حيلة شعورية دفاعية تعمل على خفض التوتر النفسي وإشباع الدوافع المحيطة عن طريق اندماج الفرد لا شعوريا في شخصية الآخر أمثلة على ذلك كثير مثلا الشخص طفل اللي بتقمص شخصية والده والفتاة اللي تقمص شخصية المطربة وقد يكون التقمص شيء من الإيجابية إذ تم اكتسابه عن طريق صفات إيجابية من الآخرين ولكنه قد يصبح مزعجا إذا تقمص الشخص شخصية والده الذي توفيه فجأة وكان هذا التقمص بمثابة الهروب من مواجهة فكرة فقدان الأب ويحاول الأبن السيطر على الأسرة وقد يطلق شارع يعني لاحظه بتقمص شخصيته لأنه بحاول أنه قد أرضى والده المرحوم والتقمص لا يقتصر عن دماج في شخصية أفراد الآخرين من أبطال أو زعماء إذ يمتد أحيانا تقمص شخصية ضعيفة أو مغلوبة على أمرها لدى الفرد ورغبة قوية بالعقاب الذاتي ناشئ عن الشعور بالذنب هيك بنكتفي بأربع أنواع من أنواع الحيال الدفاعية النقوس مهم والتعويض مهم ويعني إن شاء الله بنوخذه في محاضرات قادمة يعني إلى هنا بيكون امتحان نحن يا طلاب إن شاء الله شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والإزدهار إن شاء الله شكرا لكم